أدعو مؤيدي مشروع القرار الوارد في الوثيقة ذات الرمز أسعى لـ 2017 على 142 لرفع يدهم قرار أممي جديد يطال القيادات الانقلابية في اليمن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع ويحمل الرقم 2342 أكد على الانتقال السياسي الكامل بناء على المرجعيات الأساسية للعملية السياسية التي تعرضت للانقلاب من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع كما أكد القرار على التزامه بدعم العملية السياسية المتمثلة بانتقال سياسي كامل استنادا للمرجعيات المتفق عليها في مقدمتها المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة التي تنتهي بالاستفتاء على دستور الدولة الاتحادية والدخول في الانتخابات لبلوغ مرحلة جديدة تالية للمرحلة الانتقالية لجنة العقوبات كانت قد أصدرت قبل أيام الهيكل المالي للمخلوع صالح ونجليه أحمد وخالد متضمنا معلومات عن الحسابات والأصول البنكية التابعة لهم في العديد من بنوك العالم بالإضافة إلى الشبكة المالية والشركات الخاصة بهم فيما لا تزال اللجنة تتتبع الامبراطورية المالية للمخلوع تمديد ولاية لجنة العقوبات لعام كامل بحسب متابعين له علاقة بالوقت المطلوب لتقصي وتتبع أرصدة المخلوع وشبكات أمواله المنهوبة من أقوات اليمنيين القرار الأممي عبر عن الأسى البالغ بسبب استمرار تدهل الأوضاع الإنسانية في اليمن والقلق البالغ من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية بما في ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين بين قرارات الشرعية المساندة لاستعادة الدولة في اليمن وتحركات قوات الشرعية على الأرض وإسناد التحالف العربي لهما تتضح ملامح المرحلة المقبلة وخيارات اليمنيين إزاءها